موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم بما ان لبنان بيعيش ايام صعبة و حاسمة حاليا لانه خلاص المفروض اننا على وشك اننا نعرف هوية رئيس لبنان اللي جاي وده البساطة لان الجلسة رقم 12 للبرلمان اللبناني المخصصة لانتخاب الرئيس رقم 14 للجمهورية تم تحديدها يوم 14 يونيال جاري هنا بقى نقدر ان احنا نقول انه كل اللي فات في لبنان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص وزي ما احنا عارفين القوى السياسية في لبنان منقسمة لمعسكرين المعسكرين دول كبار ورئيسيين المعسكر الاول بقيادة حزب الله وحركة امل ومعاهم بعض اللبنانيين المستقلين لدعم ترشح رئيس طيار المردة سليمان فرنجية وعلى الناحية التانية اتوصلت مجموعة من الاحزاب المعارضة اهمهم الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية لتوافق سياسي مع الطيار الوطني الحر بالاضافة لبعض المستقلين برضو لدعم انتخاب وزير مالية لبنان السابق والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور على فكرة انا كنت اتكلمت عن جهاد ازعور ده بالتحديد في الحلقات اللي مشرتها في كام شهر اللي فاتوا وقلت بالنص انه مغشح محتوى قوي للمنافسة في الانتخابات ولكن برضو للمصداقية قلت ان قائد الجيش اللبناني جوزيف عون اسهمه كانت اعلى وقتها من اسهم جهاد ازعور ولكن في النهاية المجتمع السياسي اللبناني استقاق على المنافسة بابين فرنجية وازعور فتعالوا نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل تحديدا في لبنان دلوقتي وايه اللي المفروض ان احنا نتوقعه يوم 14 يونيو الجاري خلال الست شهور اللي فاتت تم عقد 11 جلسة فشلة للبرلمان اللبناني علشان ينتخبوا رئيس ولكن دلوقتي ممكن تكون الجلسة رقم 12 دي هي اللي حيتم فيها انتخاب الرئيس ده وده احتمال واغد ولحظوا حضراتكم ان انا بقول احتمال لانه ممكن عادي جدا خلال الجلسة ال 12 تحصل اشتباكات وسب ولعن وشتايم ما بين السياسيين اللبنانيين كالعادة وتفشل جلسة اختيار رئيس للمرة ال 12 على التوالي وده متوقع جدا بس انا بقول لكم انه المرجح بحسب المنشور في الصحف اللبنانية ان الجلسة دي هتكون هي الجلسة الحاسمة لاختيار رئيس وانا بقول لحضراتكم بردو نخلي بالنا لان ممكن الجلسة دي كمان تفشل لان الفشل السياسي مش جديد ابدا على لبنان وللاسف الفشل السياسي اصبح سمة اساسية لبنان كدولة بس لك محمد انديل مستبعد ان يكون في انتخابات رئيس جديد للبنان خلال الجلسة النيابية اللي جاية دي الجلسة دي ممكن تكون اقرب الاستفتاء منها لجلسة انتخاب حضراتكم مركزين معايا وفاهمين النقص دي خلينا بسط لكم الموضوع شوية يعني بحسب التفاصيل المعلنة صحفية فان الجلسة دي هيحاول فيها البرلمان انه يختار رئيس ولكن انا محمد انديل توقعاتي شخصية ان الجلسة دي هيكون محورها الاساسي هو الاستفتاء على رئيس مش انتخابه بحيث ان الجلسات القادمة هي اللي اتحدد فيها هوية الرئيس بشكل مباشر وبسرعة لانه في الجلسات اللي قبل كده واللي منهم الجلسة الاثناشر هيعتبر الاستفتاء على هوية الرئيس فتعتبر الجلسة الاثناشر برضو تمهيد لللي هيحصل بعد كده ده على اعتبار ما سيكون يعني وممكن على فكرة توقعاتي تطلع غلط عادي جدا وتحصل مفاجأة ويختار رئيس مباشرة في الجلسة الاثناشر والله كل شيء جايز بس انا دوري هنا ان ابلر حضراتكم بكل الاحتمالات الممكنة طيب احنا عارفين ان البرلمان اللبناني بيتكون من 128 عضو بحسب التسريبات الصحفية ففي 100 او 6 عضو منهم حسموا بشكل نهائي مرشحهم لرئاسة الجمهورية الاعضاء دول منقسمين لمعسكرين رئيسيين المعسكر الاول تابع لحزب الله والحركة امل والمعسكر ده بيؤيد طبعا سليمان فرنجية ومعهم 44 نائب حيصوتوا لصالح فرنجية لانتخابه رئيسا للبلاد المعسكر التاني بقى بقيادة القوات اللبنانية والطيار الوطن الحر فمؤيدين لجهاد ازعور ومعهم 62 نائب حيصوتوا لصالح ازعور لانتخابه رئيسا للبلاد وكده من الواضح ان كافة جهاد ازعور اتقل وانه لو تم التصويت دلوقتي فجهاد ازعور بمساعدة 3 نواب مستقلين اضافيين حيكون هو رئيس لبنان وحشرح لحضراتكم ليه دلوقتي لكن مش لازم ننسى ابدا انه في 22 نائب لسه ما حسموش امورهم وطبعا يقدروا انهم يغيروا مصاري الانتخابات سواء لمعسكر حزب الله وحركة امل او لمعسكر القوات اللبنانية والطيار الوطن الحر وفي لحظات في تسريبات صحفية بتقول انه ال 22 عضو دول منقسمين اصلا ما بين بعضهم ومش عارفين هما لسه هيختاروا مين وفي جزء منهم قرر انه ينتخب وزير الداخلية السابق زياد بارود بس زياد بارود نفسه طلب منهم عدم التصويت لصالحه لانهم كده مش هيقدموله خدمة بالعكس هما هيحرقوه سياسيا لانه فرضا انه في عشر نواب من ال 22 اختاروا زياد بارود فهو كده تحرق لانه النسبة اللي انتخبوه ليلة جدا ومش هتساعده مستقبلا على انه يترشح كرئيس لبنان فهو طلب منهم انهم يدوروا على بدايل تانية غيره او يصوتوا لصالح فرنجية او ازوره انا شايف ان ده تصرف حكيم جدا من زياد بارود طالما انه اصبح خارج اللعبة فبلاش يحرق نفسه لانه ممكن انه الكل دور في المستقبل عموما في الحالات اللي زي كده فالكتل الانتخابية اللي بتكون محتارة تنتخب مين ومعندهاش مرشح محدد مع مرور الوقت بيخرجوا من المنطقة الرمادية دي او بيخرجوا من منطقة الحياة وبينتقلوا لواحد من طرفي المعركة الرئيسيين زي ما حصل بالضبط كده في الانتخابات التركية الاخيرة لو فاكرين كان ساعتها سينان اوجان كان معها خمسة واثنين من عشرة في المية من الكتلة التصويتية وخرج من الجولة الاولى في الجولة التانية كان بيختار ما بين اردوغان او كمال كالتشدار ارلو في البداية كان محتار ما بين الاتنين ولكن في النهاية انضم الاردوغان وده اللي هيحصل بالضبط في الانتخابات الرئاسية اللبنانية لان الاتنين وعشرين عضو دول في النهاية هيختاروا اما فرنجية او ازعور وطبعا مش كلهم حينتقلوا لطرف محدد ولكن انا بتكلم عن الاغلابية يعني مثلا ممكن نقول ان الخمستاشر نايب منهم حينتخب مرشح من الاتنين والسبع نواب الباين حينتخبوا المرشح التاني وهكذا يعني فانا بتكلم دايما عن الاغلابية لاننا عارف اكيد انه مش الاثنين وعشرين عضو حيروحوا ينتخبوا نفس الشخص لان كل عضو له اراءه السياسية الخاصة وهم اصلا غالبيتهم من المستقلين فمش محسوبين على اي طرف من الاطراف فبالتالي صعب ان انت تتوقع اختيارهم اللي حيظهر قريب سواء في الجولة الاولى الجولة الاثناشر او في الجلسات اللي جاية بالتأكيد معسكر الحزب التقدومي الاشتراكي والقوات اللبنانية ومعاهم الطيار الوطن الحر شايفين ان قدامهم فرصة عظيمة جدا انهم يرفعوا عدد رصيد النواب المؤيدين لازعور لما فوق 65 صوت لاستخدامها كوارئ الضغطة على رئيس المجلس نبيه بيري اللي هو بالمناسبة رئيس حركة امل زي ما احنا عارفين طيب معسكر عزعور حيز يضغط على نبيه بيري ليه لان القانون اللبناني بينص على انتخاب الرئيس بغالبية ثلثي اعضاء البرلمان في الدورة الاولى يعني بتصويت 86 نايم بينما يفرض حضور ثلثي البرلمان في الدورة التانية التي تتيح انتخاب رئيس باكثرية النصف زائد واحد يعني بتصويت 65 نايم احنا قلنا ان معسكر ازعور معاهم 62 صوت وبما ان مفيش حد هيكسب من الدورة الاولى فالدورة التانية هتكون حاسمة خاصة لو معسكر ازعور حقق الرقم المطلوب وهو 65 صوت وهم حاليا قريبين جدا من تحقيق الرقم ده طيب معسكر حزب الله وحركة امل الداعمين اللي فرنجية حيعملوا ايه ساعتها هم دلوقتي عندهم ثلاث اختيارات الاختيار الاول هو محاولة منع حصول معسكر ازعور على 65 صوت باي طريقة وده انا شايفه احتمال صعب جدا والاختيار التاني انهم يجمعوا اصوات اكتر من اصوات معسكر ازعور وده بيعني انه لازم الـ 22 نايم الباقيين كلهم يصوتوا لمعسكر حزب الله وحركة امل علشان تكون النتيجة النهائية معسكر فرنجية 66 ومعسكر ازعور 62 صوت وده في وجهة نظري برضو صعب جدا حيتبقل الاختيار التالت والاخير وده اللي بنسبة كبيرة هيحصل وهو ضمان مرادر 43 نايم لقاعة المجلس لافقاد نصاب العقاد دورة تانية وبالتالي مايتم مش انتخاب ازعور علشان كده بقول لحضراتكم ان معسكر ازعور بيحاول يضغط من الاخر هم عارفين انه هيحصل ضغط على عدد من النواب علشان يغدروا قاعة البرلمان فبالتالي نصاب الجلسة هيكون ناقص ومش هتنعقد وده طبعا هيحصل تحت ضغط وتهديد من معسكر حزب الله وحركة امل احنا لازم نكرر اللي قلناه مرة تانية انه نبيه بيري هو رئيس المجلس وهو نفسه في نفس الوقت رئيس حركة امل يعني من مصلحته انه مافيش دورة تانية هم خمسة وستين صوت او اكتر ولكن هم حاليا معاهم اكبعة واربعين صوت الكف حاليا لصالح معسكر ازعوك فان عايز حضراتكم تتخيلوا معايا مدى السخافة السياسية اللي بتحصل في لبنان دلوقتي وازاي رئيس البرلمان اصلا يكون هو في نفس الوقت رئيس لكتلة سياسية عندها مصلحة مباشرة مع احد المرشحين على بصراحة بشوف العجب العجاب في السياسة اللبنانية ومهما حاولت ان انت تفهم اللي بيحصل بالزبط في لبنان فمش هتكون عندك برضو الصورة الكاملة لان الموضوع اصلا متشعب جدا ومترابط جدا ويلغبط جدا وساعات حقيقية ما بتكونش عارف هو مين مع مين ومين ضد مين لكن على اي حال احنا بنحاول ان احنا نقرأ المشهد اللبناني على قد ما نقدر وممكن نرتكب اخطاء في قراءتنا دي وده وارد جدا طبعا لانه ببساطة المشهد مش واضح وممكن بكرة كل الارقام دي تتغير لان الولايات السياسية في لبنان مش مضمونة والدليل على كده انه جلسات البرلمان لانتخاب الرئيس فشلت 11 مرة على التوالي في مدى 6 شهور وده دليل كافي جدا على التخبط السياسي غير المسبوق في لبنان وعلشان كده بقول لحضراتكم انه بحسب رأي الشخصي فان الجلسة 12 قد لا تختلف عن الجوالات ال11 اللي فاتوا ولكن هتكون عبارة عن استفتاء للرئيس اللي حيتم انتخابه في الجلسات اللي بعد كده ده اذا تم انتخاب رئيس للبنان اصلا سمع واحد بيقول لي طيب ايه الحل لو استمر الانقسام ده وما فيش حد قدر انه يحسم الانتخابات لصالحه يعني لا سليمان فرنجية قدر يكسر حاجز 65 صوت ولا جهاد ازعور قدر انه يكسر نفس الحاجز فايه اللي حيحصل ساعدة والله ده سؤال صعب ولكن انا اعتقد ان اجابته ممكن نلاقيها عند قائد الجيش مثلا جوزيف عون لانه حسب وجهة نظري هو المرشح الوسطي اللي بيستوفي الشروط المحلية والاقليمية لقيادة لبنان ولتنفيذ خريطة الطريق الموضوعة سلفا لاخراج لبنان من ازماته الاقتصادية والسياسية يعني انا اتمنى انه لو فينا زهة انتخابية داخل البرلمان اللبناني فياريت في الجلسة اللي جاية يتم الاعلان عن اسم جهاد ازعور كرئيس للبنان لانه خلاص بقي له بس ثلاث اصوات ويبقى هو فعلا رئيس لبنان الرسمي او ان المعسكرين المتصارعين على السلطة في لبنان يعودوا كده مع بعض ويتفقوا على انتخاب مرشح ثالث خالص نقدر نعتبره مرشح وسطي يقضي جميع الاطراف انا في وجهة نظري ان قائد الجيش جوزيف عون هو المرشح المناسب في حالة عدم حسم البرلمان اللبناني في الجولة اللي جاية دي او اللي بعدها لهوية رئيس الجمهورية اللبنانية طيب لحد هنا اعتقد ان الموضوع واضح وفاهمين ايه اللي حيحصل خلال الايام اللي جاية ولكن في نقطة مهمة جدا ممكن نكون مشواردين بالنا منها وهو دور سوريا ودور المملكة العربية السعودية في اختيار رئيس لبنان اللي جاي سامع واحد بيقول لي طيب يا انديل انت كده هتلخبطنا ليه انت كده بتلخبطنا اكتر فعلا هو ايه داخل سوريا وايه داخل السعودية في انتخابات الرئيس اللبناني احب اوضح لحضرتك يا فندم انو العلاقات السعودية السورية بالسياسة اللبنانية عميقة جدا ومؤثرة جدا فوق محضرتك تتخيل خلينا نرجع بالزمن لسنة عشرين عشر لما التقى رئيس السوري بشار الاسد والملك عبدالله بن عبدالعزيز الله يرحمه في العاصمة بيروت بعد خمس سنين من القطيع السياسية بسبب تورط النظام السوري في ارتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري سنة الفين وخمسة الله يرحمه وكان الحريري مدعوم بشكل كامل من المملكة العربية السعودية زي ما كلنا عارفين وفي سنة عشرين عشر اهلا بشار الاسد والملك عبدالله تصفية الخلافات ما بين سوريا والسعودية وخلي بالك ان ده كان قبل سنة واحدة بس من اندلاع الحرب الاهلية في سوريا وبعد اللقاء ده اللي كان رغضه الوصول لتسوية واضحة للوضع السياسي في لبنان تم التوصل الى صيغة سياسية جديدة معروفة اعلاميا بمعادلة سين سين او معادلة توافق سوري سعودي المعادلة دي خاصة بحل ازمات لبنان السياسية والمعادلة دي ما استمرتش كتير لان زي ما قلنا لسه انه بعد سنة بالزبط او اقل حصلت الحرب الاهلية في سوريا واللي مستمرة لحد دلوقتي ولكن مؤخرا تمت المصلحة مرة تانية ما بين المملكة العربية السعودية وما بين سوريا وتم دعوة بشار الاسد لحضور القمة العربية في جدة في المملكة العربية السعودية اللي تم عقدها في شهر مايو اللي فات وده معناه ان معادلة سين سين ممكن ترجع تاني وده مش كلام محمد انديل ده بحسب مقال نشرته صحيفة الاخبار اللبنانية اتبع الحزب اللي يوم 24 مايو و23 كان عنوانه كما يلي ارتياح سوري لنتائج جدة سين سين عائدة وملخص المقال بيقول ان المعادلة السياسية السعودية السورية رجع تاني لفرد نفسها على الساحة اللبنانية بعد المصلحة اللي تمت ما بين بشار الاسد وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يعني احنا نتوقع ان الفترة اللي جاية يكون فيها نشاط سعودي قوي جدا في الملف اللبناني بالتوافق مع النظام السوري علشان يحلوا ازمة انتخاب الرئيس اللي في لبنان بحسب التسريبات الصحفية فان الملف ده تحديدا كان على راس المحادثات اللي حصلت ما بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبشار الاسد رئيس النظام السوري على هامش القمة العربية في جدة وخلينا نبص من زاوية تانية كده على الوضع في لبنان من خلال تأثير المصلحة السعودية الايرانية على المستقبل السياسي داخل لبنان فمن جهة السعودية منفتحة جدا على الحوار السياسي مع ايران ومن جهة تانية السعودية بدأت تتوافق مع سوريا فمن الاخر نقدر ان احنا نقول ان السعودية حاليا في ايديها ان هي تختار رئيس لبنان اللي جاي بالضغط على ايران وعلى سوريا مع بعض وبالتالي الضغط ده حيأثر على المرتزقة والميليشيات التابعين للنظام الايراني والسوري اللي موجودين داخل لبنان وانا اصد هنا طبعا حزب الله وحركة امل وفوجة نظري دورها في لبنان مهم جدا لان السعودية هي الدولة الوحيدة اللي تقدر تحول لبنان من بقرة للميليشيات ولصناعة المخدرات لدولة مستقرة وامنة ومهم جدا بالنسبة للسعودية ان هي تلاقي حل لانتشار الميليشيات العسكرية في لبنان خارج اطار القانون ومهم جدا للسعودية برضو ان هي تلاقي حل نهائي لتصنيع المخدرات داخل لبنان لان المخدرات دي بيتم تصديرها للسعودية بشكل مباشر وشبه دوري كمان احنا كنا عملنا حلقات قبل كده وقلنا فيها ان حزب الله بيصدر مخدرات الكابتاجون للمملكة العربية السعودية عن طريق الفواكه والخضار بصورة مستمرة لدرجة ان السعودية منعت استيراد الفواكه والخضروات اللبنانية اصلا وبكده حزب الله خرب بيوت المزارعين اللبنانيين وساعتها كانت المزاهرات مالية شوارع لبنان اعتراضا على القرار السعودي ولكن ما بليد دحيلة طب السعودية هتعمل ايه؟ ما هي برضو السعودية عايزة تحمي نفسها وتحمي شعبها وتحمي شبابها من المخدرات اللي بيبعتها حزب الله فالسعودية معندها الزنب ولكن الزنب على حزب الله اللي بيتاجر في المخدرات وعنده علاقات قوية جدا مع نافيا المخدرات في امريكا الجنوبية طيب احنا فاهمين ان سليمان فرنجية هو مرشح النظام السوري وحزب الله وحركة امل لرئاسة لبنان فهل السعودية هتدعم في المقابل جهاد ازعور او جوزيف عون للتخلص من سليمان فرنجية ونقصد هنا ان الامير محمد بن سلمان يتدخل بنفسه لاختيار رئيس للبنان ايوة فاند زي ما بقول لحضرتك كده حسب المعطيات السياسية فمصير رئيس لبنان حاليا في ايد الامير محمد بن سلمان اكتر من ان الامر يكون في ايد البرلمان اللبناني نفسه لاننا شرحنا قبل كده وقلنا ليه البرلمان اللبناني حيفشل في انتخاب الرئيس واتمنى ان الشرح يكون وافي وكون قدرت ان اوضح لحضرتكم المواقف السياسية للنواب بالارقام واللي يخلي كافة الامير محمد بن سلمان ارجح في اختيار رئيس لبنان القادم بحسب رأيي هو انه اصلا تأثير النظام السوري داخل لبنان ما بقاش بنفس القوة بتاعت زمان بالعكس ده حزب الله اصبح لنفوس داخل سوريا اكتر من النظام السوري نفسه اننا اكيد عارفين انه بشار الاسد استعام بميليشيات حزب الله في الحرب الاهلية اللي حصلت في سوريا ولسه مستمرة لحد دلوقتي ففي وجهة نظري المحدودة فيه شكوك كبيرة ان النظام السوري يقدر انه يضغط لتمرير انتخاب فرنجية كرئيس للبلاد وفي النهاية وبحسب وجهة نظري ان معادلة سين سين اعتقد ان هي ما بقيتش صالحة للتنفيذ بنفس المعايير القديمة بتاعت 2010 لان فيه طرف من طرفي المعادلة واللي هو النظام السوري اصبح ضعيف فبالتالي الكلمة العليا دلوقتي بقت للامير محمد بن سلمان وللقيادة السعودية مش لنظام بشار الاسد وبما ان المملكة العربية السعودية بدأت في تسوية امورها السياسية مع ايران وتسوية خلافتها السابقة مع النظام السوري فاقول لي مين كده ممكن انه يقدر يوقف في طريق النفوذ السعودي داخل لبنان انا ما اعتقدش انه فيه قوة اقليمية تقدر تنافز النفوذ السياسي السعودي داخل لبنان بعدما السعودية قدرت انها تسيطر على ايران وتحتويها وتسيطر على سوريا وتحتويها سياسيا وبالتالي في وجهة نظري ان رئيس لبنان القادم مصيره في ايد الامير محمد بن سلمان مش في ايد البرلمان اللبناني ده غير اصلا ان اي قرارات سياسية حيتخذها الامير محمد بن سلمان بخصوص لبنان حتكون مدعومة عربيا بشكل مطلق وطبعا اول الداعمين للقرارات دي حتكون الحكومة المصرية لان مصر متوافقة تماما مع رؤية السعودية الخاصة بالسياسة داخل لبنان لانه زي ما السعودية بتتعرض لتهريب المخدرات من لبنان عن طريق حزب الله فمصر برضو بتتعرض لنفس الشيء وبيتم ضبط شحنات ضخمة جدا من مخدر الكابتاجون والحشيش وبكميات هائلة جاية من لبنان او من سوريا عن طريق حزب الله ومواني السويس واسكندرية بيشهدوا على ضبطيات المخدرات اللي بكميات غير معقولة واللي بيصدرها حزب الله من لبنان ومن سوريا لمصر فبمجرد ما تعلن السعودية عن خارطة طريق لتسوية الامور السياسية داخل لبنان ساعتها مصر فورا حتدعم الامير محمد بن سلمان في كافة الخطوات السياسية اللي هو بيتخذها للحفاظ على الدولة اللبنانية ياريت حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات وتقولوا لي هل تتوقعوا ان الامير محمد بن سلمان هو اللي حيحسم هوية ومصير رئيس لبنان القادم ولا البرلمان اللبناني حيعلن عن تنصيب جهاد أزعور او سليمان فرنجية كرئيس للبنان يوم 14 يونيا الحالي وشافكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة